في هذا الفيديو نريد أن نحدثكم عن زمن كانت فيه الجزائر بيضاء ورمضان احتفالا للروح والوجدين في زمن يهل رمضان ببركته وخيراته فتتراقص القصبة والفحص والتيطر وقسنطينة وتلمسين وغيرها طربا بقدوم هذا الضيف الكريم ويردد الناس في كل مكان رمضان القادم قبل قدومه بشهر او اكثر لا تستغربوا فرمضان زمان كان حقا شهر التوبة والغفران اخواني في الله احتاج عشر ثواني فقط من وقتك صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صليت؟ جيد والآن قم بالاستغفار عشر مرات الآن قد فزت بثواب بسم الله لنبدأ الفيديو كان الجزائريون في بداية القرن الماضي يستقبلون الشهر الكريم بشراء الحبوب من اسواق الجزائر وتلمسين وقسنطينة ووهران والبوليدة وتقوم النساء بطاح الحاجاتهن من القمح او الذرة بالراحة اليدوية كما كان يتم تكسير الحبوب الخاصة بصناعة الشراب والحساء والحريرة بالمهباش وكانوا لا ينسون ابتياح خشب الطبخ والفحم من السوق الكبير بالعاصمة ومن السوق الغماري بتلمسين بالنسبة الى ربات البيوت كان رمضان فرصة للقيام بالتنظيف الكبير ودهن الجردران وتلميع وتدليل الاواني الفخارية والنحاسية حال وقت ربط خيوط الرافية بنهاية العصى لازالة الغبار وانسجة العنكبوت المنسوجة هنا وهناك في وسط الدار والغروفات عند مقدم شهر الفاضيل كانت البيوت تطلب الجير القادم من جنوب الجزائر من محجرة جبير لتبييض الشروفات والوجهات الخارجية باضافة مسحوق الشب وقطع التين الشوكي اليه لتتحول الى طلع يقاوم سوء الاحوال الجوية لم تكن المصابيح الكهربائية موجودة في البيوت الجزائرية حينها وكانت المنازل والشوارع تضاء بمصابيح الزيت لا هاتف ولا راديو ولا تلفزيون كان لدى سكان القصبة خاصة حيل ذكي لمعرفة وقت الافطار بالضبط كانوا يجلسون على سطوح البيوت لرؤية امام الجامع الكبير وهو يرفع الاعلام على قمة المئذنة كان العلم الابيض شير الى اقتراب ساعات الافطار وكانوا ينزله بعد دقائق لرفع العلم الاخضر معلدا رسميا وقت الافطار وقد اختلفت هذه العادة خلال السنوات الاربعينيات لافساح المجال لاطلاق المدفع في الواقع في ساعة المغرب من كل يوم من شهر رمضان كان الجيس الفرنسي يطلق طلقة مدفع من فوهة الاميرالية كان الكبار والصغار ينشدون بصوت واحد ادن ادن يا شيخ باش يضرب المدفع هو يعمل بومبوم انا نعمل هام هام هو ما يضربش وانا ما ناكلش عن هذه اللحظات الثمينة تروي الحاجة يا مينة بكثير من الحنين والنستالجيا زمان كان يسود جو خاص في الزائر الكديمة وما ان اسم تلقات المدفع تدوي يرفع الاذن بعده اذانا بالافطار وعن ميزة امسيات رمضان تردف سيدة يا مينة كان لشهر رمضان طعم مختلف عن اليوم كانت الدعوات مشتركة لا تبدع الا في الاسبوع الثاني من الشهر الكريم في الايام الثمانية الاولى كنا نكتفي بلقاء الجيران على السطوح لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تجيعا نستمر بتقديم المزيد ان شاء الله